إلى أخبار الرياضة الآن ندد البطل الأولمبي تفق مخلوفي بالوضعية التي يعيشها منذ أربعة أشهر وهو عالق بجنوب إفريقيا من دون إجلاء وعبر مخلوفي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر عن استيائه الكبير تجاه المسؤولين بسبب عدم إجلائه إلى أرض الوطن في حين يبقى حسبه مرميا في جوهانسبورغ منذ تعليق الرحلات بسبب كورونا